على الطريق بين الحاجب وابو فكران بعيد فجر الخامس من فبراير من العام ثلاثة والفين بينما كان في طريقه الى حقله ولم تكن الشمس قد ارتفعت بعد اكتشف احمد ولدميمون رجلا ملقا على جانب الطريق حدث ذلك بضع دقائق بعد ان تجاوزته شاحنة قال انها من نوع الشاحنات التي يستعملها مرب والماشية كان الرجل يتدور الما لما اقترب منه وحاول ان ينهضه من مكانه اكتشف برأسه جرحا غائرا قدر انه اصيب به في وقت سابق اذ لم يكن ينزف رأى احمد الفلاح الستيني ان الامر يقتضي الاتصال بالدرك الملكي والابلاغ عن حالة الرجل الذي يبدو بحاجة عاجلة لاسعاف نزع جلابته الصوفية وغطى بها الجريح ثم مضى يسرع الخطى يريد العودة الى الحاجب كان لا يفتأ عن الالتفات عل سيارة تأتي فيطلب من صاحبها المساعدة وحمله الى الحاجب ولكن في ذلك الصباح البارد لم تمر سوى تلك الشاحنة التي ظن ان الجريح سقط منها او القي به منها ثم سمع محرك سيارة اتية لوح بيديه فتوقفت على بعد عشرين مترا جرى حتى بلغها طلب من السائق ان يحمله الى الحاجب التي كانت تبعد بنحو ست كيلومترات بدى له ان صاحب السيارة الذي امتزج سواد شعره ببياض شيب يعمل موظفا كان رجلا انيقا وما لبث احمد ان ابلغه بما وقع عليها وقال انه يريد الى مصلحة الدرك في مدخل الحاجب وجد حاجزا للدرك به رجلان نزل احمد شاكرا للرجل جميله ثم تقدم الى الدركيين وابلغهما بما اكتشفه وقال ان الرجل بحاجة الى اسعاف عاجل حمل الدركيين الفلاح على متن سيارتهما وانطلق الى حيث ترك الرجل لما وصلوا وجدوه فاقدا الوعي ولكنه حسب المعاينة الاولية ما يزال على قيد الحياة كان كما تركه احمد بعد ان دثره بجلابته الصوفية اتصل رئيس الدورية بقيادة الدرك وابلغ بما تم اكتشافه انقضى ما يقرب من نصف ساعة لما وصلت سيارة اسعاف استعاد احمد جلابته وارتداها دون منتظار وبينما انطلقت سيارة الاسعاف الى الحاجب اركب الفلاح ونقل الى مقر الدرك الملكي للاستماع الى اقواله كان الدركي الذي كلف بالاستماع اليها يدون كل المعلومات قال احمد انه بينما كان في طريقه الى حقله وقع على الرجل الجريح مجندلا على جانب الطريق قال انه لاحظ فورا وجود جرح غائر في رأسه وخلص الى انه بضع دقائق قبل ان يكتشفه تجاوزته شاحنة لنقل الاغنام لا تختلف عن تلك التي يستعملها مرب والماشية في المنطقة لم يكن بمقدوره ان يتحدث عن لونها ولا عن ارقام تسجيلها اذ كانت تكسو اجزاء منها طبقة من الوحل في المستشفى خلص الطبيب الذي فحص ذلك الشخص الى انه تعرض للضرب على رأسه بادات حادة ورجح ان يكون الجرح يعود الى يومين او اكثر على اطراف الرجل اثار ضرب بعصى او ما شبه ذلك وفي معصميه اثر من قيود لم يعثر معه على ما يثبت هويته ولم يكن يستطيع النطق نظراته في وجوه الذين يحيطون به تدعو الى الشفقة يبدو كأنه يبحث عن ملامح تعني له شيئا او وجها يشكو اليه ما يعانيه كان على المحققين ان ينتظروا تحسن حالته الصحية علهم يظفرون منه بمعلومات تفك لغز وجوده ملقا على جانب الطريق في ذلك الصباح البارد ما افضى به محمد ولدميمون لا يتيح الوصول الى اي شيء معطا وحيد فيما باح به يركز عليه الباحثون شاحنات نقل الاغنام وكانت كثيرة في المنطقة مر اسبوعان لما قال الطبيب ان الجريح يستطيع الاجابة ولو رمزا على اسئلة المحققين وكذلك انتقل دركيان الى المستشفى حيث يوجد بدى خائفا حين رآهما ولم يكن في المرة السابقة قد اعار كبير اهتمام لحضور المحققين وقد طمأنه احدهما اذ ربت على كتفه الجرح الذي برأسه بدأ يندمل اشار الدركي الى الجرح من فعل هذا لم يجب الرجل الذي يبدو انه تجاوز الثلاثين خفض بصره ولم ينطق بكلمة عاود الدركي السؤال من فعل هذا لصوص اشار برأسه موافقا كان في ذلك ما يدفع الى الارتياح الرجل يسمع ويعي معنى السؤال ربما لا يستطيع الكلام كان الطبيب قد اشار الى ان عدم قدرته على الكلام قد تستمر وقتا قد لا يطول وانه قد يستعيد قدرته على النطق حين تتهيأ الظروف لذلك في تقريره اضاف الطبيب ان الشاب ربما تعرض لعنف شديد ما اسمك؟ نظر الى الدركي واكتفى بابتسامة ما اسمك؟ انا اسمي عبدالله وانت؟ بدى وكأنه يحاول قول شيء ولكنه لا يستطيع نصح الطبيب المحققين بالعودة بعد ثلاثة ايام فقد يكون الرجل هدأ وتخلص مما يخيفه فكر الباحث ان يجعل تلك الايام فرصة للتقرب منه اكثر وكذلك جاء ليزوره في المستشفى ولم يكن يرتدي بذلة الدركي جاءه ببعض الحلويات والفواكه بدى الرجل مسرورا عانق الدركي بحرارة في اليوم التالي حدثت المفاجأة عصر ذلك اليوم جاء الدركي يحمل بعض الفواكه وحليبا للمرة الاولى سمعه يقول شيئا نطقه ثقيل وغير مفهوم تماما ثم فهم الدركي انه يقول له شكرا الحمد لله ها انت تستعيد عافيتك انا اسم عبدالله وانت قالها وهو يشير اليه حميد حميد هز رأسه مؤكدا كان يضحك ملأ فيه كطفل ينطق كلماته الاولى عانقه الدركي بحرارة وكأنه يهنئه لا يدري لماذا بكى ذاك المساء وادعه ووعده بالعودة في الغد سريعا تتحسن حالة هذا الذي لا يعرف عنه الا ان اسمه حميد ويعول الباحثون الان ان يمضي ابعد علهم يصلون الى من القى به على جانب الطريق وهو في تلك الحالة من الاصابة ركز الدركي الذي تولى البحث في هذا الملف على ما توصلت به مصالح الدرك والشرطة من ابلاغ عن غياب عله يجد في احدها من الاوصاف ما ينطبق على هذا المسكين الذي سيكون عليه بعد ايام ان يغادر المستشفى لم تكن مهمة سهلة عليه ان يتحلى بكثير من الصبر في الصباح وجد الباحث حميد في انتظاره كان يبدو وكأنه يستعد للبوح عنقه بحرارة ولما جلس التحق به زميل له يساعده بدى بعض الارتباك على حميد سرعان ملتقته الباحث ولذلك طلب من زميله ان يتركهما اريدك ان تبذل جهدنا اليوم اريد ان اصل الى الذين اعتدوا عليك ليتم تقديمهم الى العدالة ابتسم حميد نظر بكثير من التركيز في عيني الباحث ثم قال انا الان احسن حالا والحمد لله اسمي حميد الغشاي انا من نواحي الخميسات وهل تعرف من القى بك على جانب الطريق صمت قليلا ثم قال نعم من؟ ظن انني مت فقرر التخلص مني من هو؟ بوسلهام العتال من هو؟ شاريكي كنا نتاجر معا في الاغنام ويوم اكتشفت انه يقوم بسرقة اغنام في مناطق عديدة ويبيعها في الاسواق قررت ان انفصل عنها رفض اذ كنت هددته بفضحه ادعى انه يريد تسوية خلافنا دعاني الى حضيرته في اطراف بوفكران انا اعرف المكان لم تكن المرة الاولى التي ازوره هناك ذاك المساء ما اندخلت حتى اطبق علي رجاله وقد عاينتم ما فعلوه في بوفكران كان العتال معروفا اغلب الناس يعرفون عنه انه تاجر اغنام لا شيء اخر قليلون هم الذين امتدحوه اقيم حاجز للدرك في مدخل المدينة وفي حدود السابعة من مساء السابع والعشرين من مارس استوقفت شاحنة لنقل الاغنام كان وراء مقودها رجل قوي البنية وذو صوت جهوري في وثائقه انه بوسلهام العتال لن يكن هناك مجال للانتظار قبض عليه وبعد ثلاثة ايام تم تقديمه للنيابة العامة في اعترافاته ما يؤكد ما ابلغ به حميد الغشاير ترجمة نانسي قنقر